موسيقى موسيقى وعندي أعمال كتير بلبنان وبرات لبنان هلأ الديكوراسيون هو مجال كتير صعب لأنه بجمع كل الفنون مع بعضه نعم وفيه كمان صعوبة تانية هو بالتنفيذ يعني إنسان عم يخلق وبذات الوقت بدو يطبق اللي خلقه نعم هالشي الحلو وهدي صعوبته يعني بدو يتطرق لكتير مجاليات فنية وتقنية فيه الفن وفيه التقنية يعني الالكتريكال الميكانيكال بدو الفنان كمانا والديكوراتور يعرف بكل مجالات بدو يعرف نقل إرخام بدو يعرف نقل خشب بدو ينسق الألوان بدو يكون مزوئ بدو يكون مزوئ أكيد وبذات الوقت كمانا بدو يقدير يعطي للشخص للزبون الشي اللي هو عب يحلم فيه وهيدي شغلة صعبة كمانا فيه يكون الدكوراتور مزوئ وبذات الوقت ما يقدر يعطي للزبون شو حابي يعني بدو يكون فيه شوية بسيكولوجي تحتى الديكوراتور يقدير يعرف شوي يفوت شوي بأفكار الزبون هادي الشغلة الصعبة صحيح وسبشالي إذا كان الزبون ما بيعجبوا العجب كم من مرة بتعملوا درافت وان تو ان ثري يعني يكون فيه كذا بلون للشغل ايه قليل أنا تعيد شغلي إجمالا بسيب بغضي ليش؟ لأنه مبعيد حالي مشكلة الدكوراتور إنه بايت حاله بفهم ما بتعيد حالك يعني خلص قررت هيدا هو البلان نهائي لا مبعيد حالي يعني أنا بس بعمل عمل مبعيده كل عمل هو عمل جديد بس المكاتي اللي بتعملها وانس انت فورو اللي بتعملها وانس فورو لأنه إجمالا زبون عبي حب شو عب بعمله لأنه هو مثل دو سور مزور يعني أنا عبشتغل له شي على هو طريقة حياته كيف بيعيش أدي عمره شو بحب بحساك بنجاح حكيت عن عامل بسيكولوجي فاكتور دو بسيكولوجي قدي بأسير اليوم إذا قاعد زبون قدامك كتير طاية هو سور مزور شخصيته كتير جادية بتفرق من من كليان تاني يلي بكون شواء على الطريقة الكتير مودرن همشري بحب الإشيا سبور أدي هالشي بأسير عليك انت وعن تعمل درافتنج للمكات الأولى تبعيتك وباسد عن نواة يعني انت لقا من شو بتبني مقاومات التصميم الداخلي أندري هلا التصميم الداخلي أكيد أنا بدي عمله شي زبون بس كمان أنا بدي فاجؤ لزبون ما بدي يشوف شي وهو مستنظره يعني بدأ أعمله شي يلي هو حابه بس بدي فاجؤه كمان دونك لهالسبب أنا لازم كون مطلع كمان عالموضة شو دارج شو الأشياء السنة الجديدة شو في أشياء مميزة تحتى فاجؤ لزبون بأي طريقة بتفاجؤه؟ بفاجؤه شو بميز أندري فردرو عن غيره؟ عمل أندري فردرو العمل بميزني هالك الاكتمال بالعمل العمل بكون مكتمل يعني بذات الوقت مثل ما كنا عم نحكي في الفن في الزو في كمانة تقنية في الكم فردرو يكون هذا الشغل يكون مميزة وبذات الوقت عملي هذا العمل المكتمل يلي هو بميز شغلي اليوم إذا بدنا نتحدث أميناجمال لبيت صغير أكيد الأميناجمال صغير يختلف عن البيت الوسط والكبير كيف تبدأ الشغل؟ أين تركيز أكتر شي؟ السلد والسيجور أهم من المطبخ المطبخ أهم من السلد ما في شيء أهم من شيء تاني بالدكورسيون بدي اقتعطي لكل مساحة اهميته نعم هو اول شي بدي منا نبلش بالفرش فرنشر بلان لانه هو الفرش اللو مأييس بس اتحدد القواد القواد ما بتعطيك الحقيقة لانه اذا ما نفرشت ما بتعرف اذا كبيرة او صغيرة او بتساعة او لا اول شي منا نبلش بالفرش لان الفرش هو اللو مأييس بيحدد كل شي حوالي الانه هو السيركولاتون طريق التحرك بالبيت بدها تكون كمان عملية هيا دي او الخطوة هذه السيركولاتون الاي لا يفكروا فيها اكيد هذه اهم ما شي فتنا من الانتراب مانا نحط ع السالوم مانا نطلع ع الجنينة بدها يكون هالسيركولاتون بطريقة كتير مدروسة لحتى تكون عملية على اي اساس بتبني السيركولاتون اندري السيركولاتون بدها تكون مثل طريقة ستراد بتحسي انه الفلو ماشي ما بدك انت تنبشي عسل ما بدك تنبش على تنقل طايلات أو هالأمور بدك تكون الاشياء انت عم تلاقيها بطريقة طبيعية وسهلة وعدا اليوم مهم رح احكي على فاكتور دوسترس ورح احكي على كوفيد ناينتين اليوم بتلاقي الام عم تتفركش بابنا بالبيت يعني انا ام لأربع ولاد بلادي عم بفوت فيي انا عم بفوت فيهم قدي اليوم تنرجع نبني هالستركتشر الجديدة مهم نخده بعين الاعتبار واسبح كيف اذا ما عندك اميناجمان تريطوريال تقدير تكون عم تتحرك فيه فاسي المان واذا ما عندك جردان غير الجردان شو ما اقول تقدير تخلق الاولاد قاعدين بالبيت كل نهار هيدا الشيء قدي اليوم انت عم بتساعد فيه وتسعب فيه الناس اللي عم بيصرخوا لاندري انو اندريتا ساعدنا عملنا نتيجة تانية بلان بي كنا عم نحكي بالكونفور نحنا اكيد هو مثلا يعني بيخلطوا الفنكشون ببعضهم بتلاقي ببيت عاملين سالون مع قدت قاعدين بس مرتوحين على بعضهم هون بيكون في غلط يعني بالفنكشون لانو قدت القاعدين بدا تكون لحالة معزولة يعني في كذا اسباس بدي يكون بالبيت منفصلين عن بعضهم طي يقدر الانسان يستفيد من كل مساحة بجرقة مببوطة ونوضح للمشاهدين عن السيباراتيون دو شامبر كيف لازم يكونوا تنروح على الكوتي كونفارو براتيك الكوتي كونفارو براتيك اكيد هلا اليوم ودى النوم صاروا ماستر كلهم يعني وضا مع حمامة بديكون في داسك مع تيفي كابينت هايدي نحنا استندار وهذا متل ما عبتقولي انت بيخلق الكمفار بيكون ولد بيقودتو قادر يدروس التاني بيقودتو عدي حدار تيفي حسنا نحن اجمالا كديكوراتور منكون عم نشتغل بيبرجيات كبيرة لانه في كالفية بالاخر بالدكو بس كارشيتاك متل ما عبتقولي ساعتا مكون عم نعرف نقصم بطريقة منيحة جنينة بتفيد متل ما عبتقولي بس مشكل العالم قدريني شتروبات مع جنينة يعني تستبدل بشو الجنينة لا تستبدل صراحة يعني نحنا اليوم عايشين بالبتون بعلب البتون وجنين كتير مهمة غازون ارتفايشيال على تراس في الغازون ارتفايشيال يعني هو شكل بس بلا حيات أنا بحب الأشياء الطبيعية مزيف بس كامين الغازون ارتفايشيال غازون ناتورال بدو كتير انترتين بدو انترتين مزبوط وكل شيء سرغال للأسف خبرنا هي ديكوراتيون لكس شوي نعم السالون يلي لازم يكون بين القواد نحنا بنعرف بالبيوت الكبيرة فامي ليرون هاي دي غير السالدو سيجور اليوم السالدو سيجور لازم تكون منفصلة عن سالون القواد او لازم تكون كمان لميتروف لقلون هلا كمان نعم نرجع لأسيط مساحة البيت وهالأمور في ناس ما انهم نقدرين نكون عندهم هالمساحات بس اكيد الديال في الفاميلي روم يلي هي بين قواد النوم يلي هي استعمال يومي واحد بيخد راحته في يو وعلي امور وعندك ريسبشن هاي دي للاستقبال عم نشوف على المونيتور هاي دي انا عبرجي صورة هون بي ورشة واو فو بلافون هاي دي هون من بعد ما نفزنا الريزولتات بس هون لازم نشوف الالوغ هاي دي كمانا هاي دي الوشتري اللي نزل من هاي دي كمان ماي ديزاين وعملتو سور كمان طلبية هذا مترين ونص بمترين ونص علوه السقف اربعة متار ونص التابلو شغلة كل شي انا بصممو بنفسو ما بياخد اشي موجودة حلو هاي دي الداينينجروم كمان زب شوف الترية ايه تكرها معاني هاي دي الماستر بيدروم حلو غرفة النوم هيدا السالون زيتو كان مفروض تمروء مع اندري متل مع بطلع بصور بحسك بتحب بتحب كل شي فيه لومينوزيته فيه ضوء وما بتحب الالوان القوية هيدا ورشة من عدة ورش عملتا كمان برجع بقلك انا بشوف شوى زبون شو حابب وعطول بانبسط بشوف ان زبون كتير كان مبسوط لانه حققت له حلمه ورشة مختلفين عن بعضهم بس اكيد اللي بيشوف شغلي بيعرف انه انا عملته بس فيه اختلاف جزر بكل بين كل ورشة سيناتور اندري فردورو باكيب العمل طبعك اندري اول شي كيف بدك نقل الاشخاص تاياسوا المزور تايكونوا كتير بروفاشنال يفهموا عليك على الطاير خبرنا كيف يكون التواصل معهم كتيم وورك ومين بتنقل ومين في به هالتيم وورك حلق التيم وورك بدي يكونوا متخصص جدا لا قدر اعطيهم انا part of the job وهيكي بيكون التواصل هاي كان هناك نجار بالتيم وورك لاتسايف هلا بالنسبة للتنفيذ فيه اكيب كامل يعني بكل بارت مسؤول يعني بالورش في ثلاثة اربع فور من بيلاحوا الورش في النجارين مع مدير ما عمل هالأمور كله تيم وورك كامل هيك بها الطريقة كل شخص متخصص قادر هو يسيطر مضبوط على شغله وانا بيصير التواصل معهم هايين يعني نعم سهل اليوم بتعرف مرفق بيروت ضربت في عصف الأسف وصار في كتير تكسير وتدمير لبنيات وانتيرير ديزاين بلانز وور ديمالشت نهائيا كان لك حصة بهالشغل وتعاون وعلى صعيد الانساني كيف كان اندري إذا إلو حصة بالشغل كان عم بيتعاون مع الناسي لفقديت بيوتها صار في هيك شوات شغل بس كانت صعبة شواء لعن في كتير انجي اوز وهالأمور هايين صار فيه تعاون لكن متل ما عبقلك يعني ما قدرنا كتير نعمل الشي مهم يعني كرمال التواجد فرقاء اخرين او كرمال لانه قاندري عنده ريت معين بالشغل لا لا مش قصيت ريت قصيت انه في جد سلحات يعني هيني جمالا نحنا شاركنا فيها هايدي مطرح ما قدرنا يعني شاركنا شو نيوترند خبرنا الالوان الجديدة الالوان الشتوية نيوترند هو البراث الطابع الحديث خبرنا شوى عنه طابع الحديث في كذا شي في عندك الاندستريال مستيل اندستريال يعني عبت استعمل الحديد الماتيريو يعني الصناعية الحديد البتون هالأمور بيعطيك شوى طابع يونج حلو عندك الستريت ستايل كمان هدا مستعملو مستعمل كأنه انت عطري شبابيك مع تلبس حجار غرفيتي على الحيطان شبابيك انكروستين عم نحكي لا لا تكونوا يعني متل كأنه موجود الشبابيك مع الحديث طبعو مع الحاجيب اوكي بهايش عزيت عمل تيفيروم 120 متر ستريت ستايل بتفوتك كأنك ماشي عالطريق فيش مالديك في حديث كان المجنائي بس هدا ستايل قدي بدو يعيش اندري ما بتروح انت الستريت اللي هو كونفارم بيعيش بيعيش لأنه بمحلوا هايدي ملتي بربس روم تيفيروم عرفته فور إبريدي تنبس تفي لأنه بيضهرك من البيت نحنا منجرب قدمة فينا نظهر الشخص من البيت ما يحس حالو بين أربع حيطان عايش ومود معي بس هحيحي حس حالو بربع حيطان أوندري رح يضل وحسس حاله بأربع حيطان قاعد ببيته وبنها هو بين أربع حيطان بس بزيت الوقت نحنا عم نخلق إشياء بتقدير الظهره من هالحيطان منه البنتينج منه الجرافتي الفراسك عالحيطان الألوان مثلا بهاي التيفيروم شو الألوان يلي يرجي لها السنة الزاز كله يعني دي جاعب يشوف السماء حلو ايه سكايلوية والله هيدا الأفكار هيدا بتساعد إنه الإنسان يظهر من هالقلبي لأنه هيدا مشكلة الأساسية اليوم عم نعيش بعلب كابلان أوربان صحيح عايشين بعلب مسكرة ومع كوفيد صرت لعلب مسكرة قرمتك ما يعني ما عم تفتح بقى مع كمامة مع كل شي بدي أسألك عن الألوان الألوان يلي نحنا قدمين عليها شو ديرج أكتر شي الأخضر لهيد السن الجديد ديرج أكيد الأخضر مع الأبيض كتير حلو كتير حلو بس كمان الكولور فاستير كتير فاتحة بس ما في لون هو ولو حطو بيمشي يعني وين مكان وكيف مكان عاب يبقى الرمادة شوية إذا بدك مسيطر على كل هالمرحلة الرمادة وبالنسبة للمطابخ بعدو ديرج خشب السنديان اللون البني السنديان أكيد هو خشب ما بيروح أمره بيتغير لونه بيتغير العرق في سنديان فرنساوي في سنديان أمريكاني بدك تعرف انت تتعاملي معهم السنديان أطول ديرج بس بدك تعرف كيف تلوني أي أشرة تستعمل اليوم تعرف اندري بظل الظروف الاقتصادية اللي صارت صعبة على الكل وخليوة الدولار والعملة صارت كتير مش قادرين نتحرك فيها فاسيلاً كيف عم تعمله بالنسبة لشريق الماتير برميار وفعلاً صعب الواحد اليوم يرجع فعلاً صارت كتير صعوبة يعني رينوفيشن لبيته للإسباس اللي عايش فيه أو لمكتبه هادي الصعوبة الكبيرة اللي عم نواجهها برضو عم نلقي وسيلة يعني بس أكيد هادي من الأشياء الصعبية اللي عم نواجهها مثلاً شو هي الوسيلة بس نشجع المشاهدين اللي منن عبالهم يعملوا رينوفيشن وقاطر تيالة بايتهم من أول بشتير شو معقول تكون الوسائل يعني بتشتغلوا بأي طريقة عم نجرب نستعمل الإشياء اللي موجودة الإشياء الوطنية يعني لأنه بالآخر بدوا يضطر يدفع كاش نحنا عم نجرب نلقي وسائل تانية إنه فيه ماتيريوم كما كنا عم نحك مثلا البتون الميتال كله هدا بالكاس تيل اندستريال وستريت ستايل هدا سهل أكتر إنه الواحد تيقدر يشتريه كتوب نوتش انتيرير ديكوريشن وورك يلي أندري بيعملوا الوطنية اللي بتروح عليه أكيد بأول بس إذا ما كنت تروح على الوطنة وين كنت تروح على الأجنبة ومن وين كنت تشتري أكتر شيء أكيد إيطاليا يعني هو مصدر مهم من الرخام للفرش للديزاين للديكو وقلمانيا وفرنسا هن السبلاير طبعا يعني نعم شو فيك تخبرنا هيك عن سيناريو صغير انت اشتغلته نيل اعجاب ماس كتير كبير خبرنا شي من تجاربك الخاصة أه يعني هو كلايتينج مثلا عطول أنا عندي باللايتينج إشها جديدة البانتينج اللي بستعملها بورشة مثلا بيبقى لتام بيبقى لقصة هل تشتري على الوطنة؟ بعمل عندي أكيب يعني مش أنا برسموه عندي أكيب يعمل لفرسك وطروم بلوي على الحيطان كمانا بيطلعوا كتير حلوين ومان لي كمانا أنا بعمل تابليات على قماش بشدهم على قماش وبعلقهم على الحيط بس بطريقة تكون مدروسة يعني بيكون ilو محددينة بالحيط يكون قوي في الحيطين يعني ما يبين دو نيو الوطنة بالحيط بفهم منك؟ لا يكون الوطنة بالطور الإحيطان مش إنو أنا عملت بيت وبعدها من يروح منه منابش زملاقي تابلوب بل بقه أو لا إذا كبير ولا صغير ووين منعلوك يجب أن يكون هذا الشيء مبارلل؟ مبارلل من الأساس أنا بدرسه ويكون إليه محله والتامي منسه والألوان منسه وكل شيء منسه وفيه كمان عندي شيء مميز أنا بالتابليات والتبنتور بيبقى فيه تام فيه قصة خبرنا شوى عن قصتك مع اللوحات الحلوى اللي بتعمله أنا البنتور اللي بعملها هو بمزوج التشكيلة والتجريدة مع بعضهم هالا كتير التجريد أر أبستري أبستري بسار شيء كتير زبدك مبتزل ومنعيد عم نعيد الشيازات ما فيه ما فيه ابداع هيدا مثلا هيدا سان ميشيل هيدا سان ميشيل هي ساحة بباريز اسمه بلاس سان ميشيل فيه فونتين سان ميشيل موجود هالسكولتور مع الاربع الفضل هيدا هيدا تنبرانس لأن نحمل المروار هيدا هيدا جستيس هيدا هيدا فورس هيدا أخذت منطقتك أندري أخذت كتير منطقتك لأنه غيرت فيها كتير لا 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 أغير أنا باللوحة أنا بحط فكرة وبطبقها مثل ما أنا شايفها وتطلع وتطلع يعني متل ما أنا متصورة من الأول لأنه في فكرة بيكون من وراها وحسب ما عم نشوف الألوان اللي بتستعملهم بلوحاتك هني كولار باستيل بس إذا اعتمدت ألوان كولار فيف بلوحاتك عم بتروح أكتر على الأول حسب ما لحظت أنا اي مش كل اللوحاتي هيك هيدا لأنه الزبونة كانت حابة ألوان فيها حياة فيها قوة نعم عملت هيدا أول سارية شفناها هني طلبية هنال فانت هصة اللي شفناها كانت حابة ألوان فيها حياة قوية وفيها قوة دونك فلا عملت له هيدا التام يلي هو وحبته كتير هلأ هي فيها يعني فيك ثلاث مستويات باللوحة في المستوى إذا بدك الشكلي عم تتفرج على أشكال وعالوان في مستوى القصة لأنه في قصة وفي مستوى البسيكولوج الوجدانيات الوجدانيات يلي هي كتير أساسية والفايب يعني اللوحة بتقدر تقدمها اللوحة فيها كمان بوزيتيف فيب أولويز أولويز بيتامم حدد كتير لكن وقتا نكون كتير زعلانين ما لازم نرسم أندري بفهم منك بلا أكيد بس نكون زعلانين لازم نرسم لأنه الرسم هو إفازيون إفازيون يعني بيطلع الواحد من الاشياء اللي حوالي بس عطول لازم نحط الطابع البوزيتيف باللوحة نعم أندري بردرو بدألك تانكيو مرسي عن جد لكاء كتير مصمر للمشاهدين تايخدوا فكرة تقريباً ويكونوا فكرة كيف الانتيريور سبيس بدأت تكون ببيوتون ويعرفوا أي لوحات يحطوا ويشكلوا هالتشكيل الحلوي تريجوا لي بوكيد وفلير حتى لكاءات أخرى أنا بدي أتمنى لك مزيد من التقلق بمسيرتك المهلية شكراً ترجمة نانسي قنقر